اتوجه اليكم اليوم ونحن نعيش اياما مجيدة في تاريخ دولة الامارات العربية المتحدة اننا نحتفل قريبا بعيد اتحادنا الاربعين ونعبر الى مرحلة جديدة من الانجاز والتطور واعلاء مكانة دولتنا وترسيخها بين دول العالم انما وصلت اليه الامارات من تقدم وتطور هو ثمرة من ثمار مسيرة الاتحاد التي بدأها الاباء المؤسسون بقيادة الوارد القائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان الانهيان رحمه الله والذي عمل واخوانه حكام الامارات منذ بداية الاتحاد بنهج عز نظيره يقوم على التشاور مع ابناء الشعب واشراكهم في صياغة مستقبل بلادهم لقد كانت هناك في كل مرحلة من مراحل بناء الدولة مجالس تشاورية محيطة بقادة الاتحاد وذلك لإيمان القيادة بأهمية المشاركة ولأن التشاور هو في صلب ثقافتنا وتراثنا وها نحن اليوم نكمل مسيرة الاباء والاجداد التي ترتكز على ان بناء الانسان هو الطريق الافضل لبناء الاوطان لقد خطت دولتنا الحبيبة خطوات كبيرة في جميع المجالات وباتت نموذجا للانجاز والتنمية المستدامة وذلك بفضل جهود أبنائها وبناتها وبفضل سياستها الحكيمة التي انتهجتها في شتى مجالات العمل الداخلية منها والخارجية مما رصخ مكانتها بين الدول المتقدمة وذلك ما كان ليتم لولا العمل الدؤوب والجهد المبذول من مواطنين كل في موقعه منذ انشاء المجلس الوطني الاتحادي في العام 72 عمل المجلس على تجسيد العلاقة السليمة بين الحكومة والشعب في دولة الامارات العربية المتحدة فكان وما زال منصة قوية للمشاركة السياسية والتأثير الإيجابي في عملية صنع القرار في البلاد من هنا كان الاهتمام الكبير بتمكين المجلس الوطني الاتحادي وتفعيل دوره ليكون سلطة داعمة ومرشدة للسلطة التنفيذية في الدولة وقد بدأنا منذ العام 2006 بتجربة جديدة بانتخاب نصف أعضاء المجلس إيمانا منا بأن المشاركة السياسية جزء لا يتجزأ من تقدم الدولة والتنمية الشاملة التي نعيشها المواطن هو العنصر الرئيس في تقدم الدولة وتطورها ويجب أن يكون شريكا في صياغة مستقبل الأمة ورسم سياستها لينعم أبناؤنا بغد مشرق وعلينا أن نسير برؤية واضحة تجاه تمكين المجلس الوطني الاتحادي إننا ننظر إلى الانتخابات المقبلة في الرابع والعشرين من سبتمبر باعتبارها فرصة مثالية وخطوة كبيرة للتقدم نحو هذا الهدف الذي سيتحقق بإذن الله بعطائكم وجهودكم وبهذه المناسبة الوطنية الكبيرة أدعو أبنائي وبناتي أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لتحقيق المشاركة الحقيقية وتفعيلها